بس دي مش كل الحكاية بس دي مش كل الحكاية يعني لو قلت لك النهاردة بيرامدز ظلم تحكمية نعم بس بيرامدز في خمس مباريات في دور المجموعات حتى هذه اللحظة مسجل هدف واحد بيرامدز بهذه الترسنة من اللاعبين والنجوم والأسماء العظيمة بيسجل هدف واحد في خمس مباريات وأجيب لك من الآخر محدش يزعل مني بيرامدز عنده أفضل تشكيلة وعمق تشكيل عمق تشكيل يعني قائمة بالكامل هي الأفضل في القرية الأفريقية كلها فلما يبقى ده شكله في البطولة لقى يبقى فيه مشكلة كبيرة جدا مش النهاردة بس مو ده بيرامدز اللي اتغلب على ملعبه من سونداونز بعد ما كان يتعادل هناك هدف واحد طيب حد دي على جنب تعال على أصل الحكاية أصل الحكاية إيه تعال أقول لك نادي بيرامدز منذ تأسيسه أو تغيير اسمه إيه اللي حصل أقول لك شوية أرقام كده باكاية نجي ندردش أو نكمل دردشة في الموضوع ده يلا بينا بس يا سيدي بيرامدز في 2018 بيع نادي الأسوتي مقابل 90 مليون جنيه وتحويل اسمه إلى بيرامدز عدد اللاعبين الأجانب اللي تم التعاقد معهم منذ 2018 حتى الآن 17 لعب عدد المدربين منذ 2017 2018 13 مدرب منهم تسع أجانب أبرز الأسماء بيكاردو لافولبي ورامون دياز وسبستان ديسابر أنت تشاتشيتش جيم باتشيكو وتكيس جونيس أسماء عظيمة جدا ده بجانب إيه؟ بجانب إيهاب جلال وحسام حسن وحسام البدري أفضل المدربين المصريين البطلعات اللي فقدها بيرامدز الدوري المصري خمس مواسم كاس مصر خمس مواسم الكلفرالة الأفريقية أربع مواسم كاس سوبر موسمين كاس الرابطة تلت مواسم إجمال البطلات المفقودة 19 بطولة طيب منهم أربع بطلات الموسم ده بس منهم أربع بطلات الموسم ده بس خسر سيمي فاينل كاس مصري بتاع الموسم الماضي اللي قدام الزمالك خسر كاس سوبر الأبطال خسر أو خرج من دورة أبطال أفريقيا خسر وخرج من كأس الرابطة أربع بطولات في أول موسم أنا فاكر تصريحات لممضوع حييد الرئيس التنفيذي للنادي قال إنه بيرامدز السنة دي هيحصد بقى وهيخش وينافس على كل البطولات وقال إنه بيرامدز أفضل فريق في الكهار الأفريقية وإنه بيرامدز عنده أفضل تشكيلة في الكهار الأفريقية وإنه بيرامدز هيخش ياخد البطولات وإنه ده موسم الحصاد بيرامدز ماشي غلط منذ تأسيسه منذ تأسيسه وبالتالي لازم إدارة النادي واللاكي النادي يفهموا إن فيه حاجة غلط يفعش بعندي كل اللعيبة العظيمة ده بص بيرامدز عنده إيه بص بيرامدز عنده إيه عنده في حراسة محمد أحمد الشناوي وشليف إكرامي عنده في الزهير الأيمن فيه الشيبي وفيه أحمد فتحي وفيه أحمد توفيق وفيه محمد حمدي الشمال كريم حافظ عنده ثلاث دوليين في المساكين أحمد سامي علي جبر وسامة جلال وسط ملعب مرعب هو أفضل وسط ملعب المفروض في القرى الأفريقية يعني بين الأنداء يعني عندك بلاتة توريه عندك وليد الكارتي عندك مهند لاشين عندك محمد رضا بوبو قدام فيه مصطفى فتحي فيه رمضان صبحي فيه إبراهيم عادل فيه مرهان حمدي فيه فخر لقاي فيه دودو الجباس عبدالله سحي كان موجود إيه ده ده اللي افتكرتهم إزاي ما حدش يقول لي أصلا موضوع جمهور لا ده موضوع إدارة إدارة بيرامد غير موفقة في إدارة هذا النادي فيه مشاكل إدارية ما حدش يقول لي أصلا ما فيش جماهير لا حتى لو ما فيش جماهير ممكن تخسر نهاية البطولة بس ما تجيبش هدف واحد بس في دول المجموعات فيه خلل في بيرامد بيرامدز المفقود يكسب بطولة هتقول لي أصلا أي نادي بيقعد أربع خمس سنين عبارة ما عادي فايد أربع خمس سنين بس كمان بيرامدز زي ما هو أشتري لعيبها كتير وعلى فكرة بيرامدز ما بيطلعش ناشئين بيرامدز ما عندوش قطاع ناشئين جامد فكمان مش فكرة استثماري ده اللي بيقعد يشتري يشتري يستهلك 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 نعمش استثمار طيب هتقول لي وانت بتقولي كلمتين دول بتوع احنا مش عايزين نقع بيرامدز احنا زعيين على انا بقولي كلمتين دول عشان زعيين بيرامدز خرج النهاردة والنقطة الإيجابية ان بيرامدز أسرى الكرة المصرية آه بقى هنا بنقول أهلي وزمالك وبيرامدز لما فيش بيرامدز قد تحت بالحقيقة أهلي وزمالك تاني بس بس عمل فوائن طبعا للفرة والأمدية في مصر بقى مصر فريق مصري بيشارك في بطولات أفريقيا ودي حقا كويس زود طبعا زود بس احنا عايزينه ينافسه عايزينه ياخد بطولة عايزينه يبقى أقوى من كده إداريا مشكلة بيرامدز في رأيي هي إدارية أفضل أجهزة فنية عند بيرامدز أفضل لعبين عند بيرامدز يبقى المشكلة فين يعني انت غيرت مداربين وغيرت لعبين ما غيرتش إدارة سهل